أنتجت مدرية المجاهدين وذوي الحقوق لولاية خنشلة وبالتعاون مع المتحف الجهوي للمجاهد ومؤسسة ديجيتال أردس فيلمين وثائقيين حول شهدين عباس الغرور وعمار نصراوي بمناسبة حياء اليوم الوطني للذاكرة الذي يصادف الثامن ماي من كل سنة الفيلم الوثائقي عباس الغرور هواجس شهيد ثائر يسلط الضوء على شخصية الشهيد البطل الذي استشهد في شهر جوليا سنة سبعة وخمسون تسعمائة ألف على الحدود الجزائرية التونسية كما يخلط فيلم عمار نصراوي أسد جبال ممشا ذكر الشهيد المدعو عمار رافال وبطولاته خلال ثورة التحرير الوطنية للإشارة فإن الفيلمين الوثائقيين يهدفان لتاريخ رحلة تطوريين وأهب حياتهما للدفاع عن الوطن ونيل الاستقلال